اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكثر شيء ناس تخدمها يوميا نفطر عليها ونتعشها فقلنا خلاص نبين ننظفها ونرتبها يعني تنظيف الاعتياد يعني والتنظيف العميق خلاص هي منظفة تنظيف عميق ونظفينها زين طلعنا عدل اشياء يا بنات اللي عندنا من قبل حسنا ما اشترينا شيء الا شيئين بس خذتهم وسم من شيئين اللي هي تعليقات هذي اللي على شكل مثلث حين شراب شراب تشوفونها بالفيديو والاضاءة هذي اللي على شكل قمار ونجوم وكذا نفس الشي خدتها اما باقي الاشياء كلها اشياء عندي من قبل والله حلو الواحد يحفظ الاشياء يعني لو اذكره يعني اني لوني ما حطيتها في الفوكس كان يمكن ما عدلقيت منها شيء شيء روح هنا وشيء روح هنا وشيء ما تدري وان تخطفي الاشياء صراحة اذا جيت الدورين هما تلقينها ففكرة ان تحطين الاشياء زي كذا بوكسات تحفظينها والله مرة فكرة روعة شايفين هذي اشياء من العام هذي اشياء اللي انا سويتها العام الفوانيس هذه الصغيرة اذا كنتوا يعني متابعيني من العام تذكرونها خلاص اخذنا اول شيء المفارش رح نفرش المفرش هذا على الطاولة طبعا الحماسة اليوم الف يعني من الظهر وسن قائمة اليوم طبعا انا ما خليتهم يروحون غياب جماعي في البيت واشوف يعني كثير كثير مرة ما داوموا اليوم تعرفون يعني اول يوم وصيام وكذا وبعدها يعني جمعة بعد قلت خلاص خليهم بس يقعدون اليوم ان شاء الله ما في يعني بإذن الله عيات مضرة عادي شوكم معي عجبتها يعني وسن السالفة تقول ابغى غيبك الخميس تعاد لا ما تعد نعطون وجه الله يتزاهم خير يعني ما قسروا صراحة خففوا الدوام مرة يعني يعني وسن بتصير الداوم الساعة تسع يعني بتبدل حصة الاولى الساعة تسعة اه اثنى عاش وخمسة واربعين يكونون طالعين ولا في فواصل بين الحصص ولا في انشطة ولا فيها الا فسحة واحدة للصلاة فيعني الحمد لله دوام مرة خفيف حتى اللي يشتغلون يعني مرة يعني خففوا عليهم الدوامات وقلصوا عدد ساعات العمل بالاضافة لذلك بعد الحمد لله الاجواء عندنا مرة حلوة خاصة الفترة هذه الاسبوع هذا اصلا كأنها جاية موجة برد يعني احس انها براد مرة ما شاء الله الاجواء والحمد لله ما في جوع ولا في عطش اللهم ولك الحمد ولك الشكر مرة يا ربك الحمد خلاص كل سنة الظاهر كل سنة تكون يمشي يعني يمشي فصل الشتاء يعني نستمعت انه خلاص بعد يمكن اربع خمس يمكن خمس الى ست سنوات اذا رب يعطانا عمر خلاص بنكون نلبس شي شوي في رمضان باذن الله تعالى هذه بعد من الاشياء اللي عندي من السنة اللي فاتت مرة حلوة ما شاء الله واتكن كلهم سألني من وين جايبتها انا جايبتها من شيئين الحين بنعلقها بس انا علقتها على الشباك لكن انت تبنتي قال لا خلينا نغيرها وثبتها ان شاء الله بتشوفونا باخر الفيديو واشترا نسوتها علقناه وحطينا الاضاءة وبعدين هي غيرت مكانهم مرة حلوة هذه على شكل قمر على شكل نجمة واذكر انه كان فيه اشكال مرة كثيرة يلا خبروني عند انتم بالكومنتات ان شاء الله تكونوا ما تعبتوا اول يوم صيام انا الله ملك الحمد لك الشكر يعني في السنوات الاخيرة هذه من يوم بديت تسوي الصيام اول كنت اتعب والله كان يجيني دوخة وكنت اعطاش واتعب لكن بعد ما صرت انا سوي يمكن هذه السنة الثالثة انا لي سوي تقريبا الصيام المتقطع الحمد لله ما عاد احس ابدا بتعب من الصيام اللهم لك الحمد ولك الشكر ولا ادوخ ولا شي بس احرصوا انتم يا بنات على شرب الموية شربوا كميات كبير على قد ما تقدرين اشرب موية اول شي عشان جسمك يعني وبشرتك وبعدين عشان ما الدوخين باثناء النهار تعطشين والدوخين خاصة اذا كنتي عاملة هذه المثلثات اللي يقول لكم وسنشترتها هذه السنة من شيئين انا كانت فكرة اننا نطبع اوراق يعني حروف هنا عندي طابعة نطبع اوراق ونحطها على على هذه المثلثات علشان لو نحتاجها مرة ثانية مثلا بنكتب عبارات ثانية نكتبها يعني بس ما ادري ليش وسونا اصرت قتلا بتجيب قلم فولو مستر واكتبي عليه عبارة واذا بغينا قلبنا وفيكتبنا عبارة ثانية قلت عاد على راحتك اصلا يعني هو وش وسعرها يعني مرة بسيط هذه بعد اللي يقول لكم الاضاءة اللي حنا شريناها هذه السنة بس انا مم متذكرة ظهروا وكان فيه قياسين للاضاءة هذه نادلين حسيت اني انا كنت طالبة مقاس اكبر من كذا لكن لا بأس فيه يعني طبعا ما يجي معا حجر انا حاط الحجر اضاءتها مرة حلوة شايفين كيف على شكل نجوم وهلال وكذا شكال حلوة الحين عاد بنعلق نوسونا حتى احسن شي فيه اني اذكر انا كنت شريت قبل كذا واحد اللي نحطيت السنة اللي فاتت كان مرة تتلوى الاسلاك على بعض وكان مرة متعب كل ما بغيت استخدمه اقعد لي يمكن ساعة وانا فكك فيه لكن هذا لا ما شاء الله على طول تفكك هذا هو بعد ما علقنا حطيت بعد هذه على الرخامة يعني على الرخام اللي من جهة غرفة المعيشة غسلت المزهرية اللي كانت هي موجودة صنع على الطاولة غيرت مكانها غسلتها وحطيتها رجعتها زي ما كانت وحبيتني حطي يكون زي ركن البخور كذا عشان يعني بعد مثلا ما نتعشى وكذا اللي يبغي يتبخر يتبخر حطيت بعد شمعة مرة طلع شكلها حلو هذه المبخرة بعد بناتنا شاريتها السنة اللي فاتت من شيئ وهذه بعد الإضاءة الصغيرة نفس الشي من أشياء اللي اشتريتها السنة اللي فاتت والمبخرة هذه بعد جيتني هدية هذه السنة هذه المبخرة حق الأعواد وبس هذا الشكل النهائي للقس يعني ركن البخور حطيت ركن البخور يعني على الرقام عشان قبل ما نطلع صلاة التراويح الشباب يعني اللي يبغي يتبخر يتبخر خلصوا هذا الشكل الزينة بعد ما علقناها وعنى رتبنا ترتيب أولي للطاولة هنا هنا وقسونا تسوي مشي الله الحالة الرمضاني هم شايتم ركزوا على الثيم حق وسن ها أعجن أعجن أعطي حليب أعطي حليب أعطي حليب مستر حليب مستر مصنوع من يد أمي نعم حليب أعجن وحركي 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 أنت تحتاجين زيادة أو لا صح يلا حركي بالملعقة وحركي أو الشوك يلا لا تقول البنت نحطها شوية يعني عشان القشطة ياضح مرارة شوية فنحط حليب نستلة كثير يعني مو بمرة يعني على حسب شوية 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 حلوية أمي تعيد لكم بالقناة شفتوا أنا أجيب لكم حلويات جديدة يلا بز شفتوا ما يكفي والله إلا إلا كفي بسكول ايبو قوة شفتوا وهذا حلوة صار جاهز عبارة عن بسكوت خلطتها مع قشطة وشوية حليب نستلة وبعدين سوتلة تغطيها الكندر دوبناه في تقريبا أربع حبات كندر دوبناه في المكروي نجي عاد للعصير أنا حب أسوي العصير الطبيعي صراحة بس اليوم وكان عندي برتقال يكفي فحطيت مع سانكويك خلطت عصير طبيعي مع سانكويك ومر طلع لذيذ ما شاء الله والعصارة هذه أتوقع أني بجي نسئلة عليها صراحة نسيت أنا طلبتها يا بنات أيام الحجر تخيلوا أنا طلبتها أذكرني طلبتها يمكن في أول شهر شعبان وخلص رمضان وهي موصلتني أذكر ما أدري ليش يعني سبحان الله هو كان في ضغط توصيل أو ما أدري أذكر إن قاعد ثلاثة شهور موصلتني لبعد ثلاثة شهور بس عموما هي مرة حلوة وكل هذا الجزء تقدرين تفكينها وتغسلينها حتى اللي تضغط من فوق تقدرين تفكينها وتغسلينها هذا صراحة أحسن شي فيها يعني أنا أحب مرة الجهاز اللي يكون أقدر أفك كل شي فيه وغسله وهذا يعني ما ينزل العصير على طول حين زي ما تبشايفين أنا نزل هذه الفتحة وبعدين عد ينزل العصير زي ما تبشايفين كذا شر هذه طريقتها وحيانا والله يعني صراحة يعني تعيجز أطلع الجهاز فأعصر بالعصارة اليدوية يعني مو بلازم دايما إلا استخدمها أو استخدم بعد العصارة ذي حقه طحونة الطماط يعني نفسها صراحة حطيت العصير بطحونة الطماط يوفر لي كمية أكبر من العصير يعني الحين هذا بس كمية يمكن بس أربع برتقالات يعني شايفين كيف ما جاء ولا ربع العلبة فيعني صراحة أنا دايما أفضل أحطها بالكاس الطحوني حق الطماط عشان أزيد موية ما يكون مركز مرة وأنا بعد ما أضيف له سكر أبدا أخليه طبيعي مرة بدون سكر هذول يبنات علب العصير لأن اشتريتهم من رتاق مرة حلوية صراحة ومعاهم يعني نجوم زي اللي بسلة يمكن تشوفونهم على الطاول إن شاء الله خلال الفيديو يبيلي عد ملعقة طويلة عشان نقدر أحرك العصير يلا بهذه الطريقة يعني يقدر أصب بالكوب بعدين أرجع أكثر من مرة بعدين أحس إنها اختلط شوي خلاص عد الحين بغلفة وحطها في الثلاج الحد ما يجي وقت تقديم الفطور حين هذا الوقت كنا بعد الظهر دايما يعني أول ما أبدأ يعني أتخل المطبخ بعد صلاة الظهر أسوي العصير بس مثلا وإذا كان في شي أبطلع من الفريزر أطلع يعني وقت الظهر زي السامبوسة أو الحلل يكون زي الأصابع أو شي أجهزهم وحطهم على الرخام لكن أنا ما أدخل بشكل رسمي للمطبخ اللي بعد صلاة العصر يعني كذا على ثلاث ونص أربع صلحنا اليوم بعد فيمتو أنا مو بالعادة صراحة أصر اللي حفيمتو دايما يعني عيالي سبحان الله خلاص صار يفضلون العصائر الطبيعية وما يفضلون الفيمتو لكن كتغيير قد خلنا سوي اليوم لأنني لسة صراحة ما تقضيت الفواكو كذا فسويت الفيمتو خلاص الحين بغلفهم وحطهم في الثلاجة الحين تقريبا الساعة على خمسة كذا أنا سلقت شوي اللحم نصف سلقة بعدين خلاص حين بسوي الشوربة طريقتي البسيطة السهلة أول شيء أحط مويا وحط الملح وحط الشعيرية العادية أنا ما استخدم مبدن الماجي يا أسوي في البيت يا أخذ من مرق الدجاج أو اللحم أحط حبتين من هذول الشعيرية عيال يحبونها تكون فيها الشوربة الشعيرية وحين والله سويها سادة مبشرط يعني وبعدين أضفت اللحم اللي سلقتها نصف سلقة خلاص هذا هو بعد ما طبخ شوي أصلا يعني اللحم طبخ شوي ترى فيه بنات الطريقة طريقة الشوربة اللي نسويها فيه موجودة بالقناة صراحة هذه أسهل طريقة للشوربة حتى كثير يعني سووها والله مرة يدعو لي لإجزام خير ما شاء الله أحط كل شيء في الخلاط أحط حبة بصل وحبة طماطم ومعجون طماطم والبهارات وأحط عن مقدار الشوربة على حسب بعد أنت عائلتك أنتم عائلة كبيرة أو عائلة صغيرة بعدين أطحنهم بطحونة الطماطم وضيفها على اللحم وعلى يعني الشعيرية هذه اللي زي ما تشوف تتو وخليها لين تطبخ شوي بعدين عاد أقصر عليها وهذه مش الله شعيرية الباكستانية سويتها وبخليها شوي على الرخام لحد ما تبرد وبعدين عاد رح أشكلها عاد حنا مرة من أهم الطقوس عندنا أول يوم رمضان العيالي منهم كانوا صغار فخلاص هم عارفين أول يوم رمضان خلاص معروف شعيرية باكستانية مع القيمات هذه مش الله القيمات عجنتها ونفس الشي بعدين بنات في فيديو بالقناة عن القيمات ونسويها بأكثر من طريقة لكن لو أحط طريقة ثانية إن شاء الله بإذن الله بشارككم إياها جهزت صحون حقات الشعيرية حب أحط معاه شوية بسكوت كذا طحنا بسكوت وحطة على الصحان وعندي هذه القوالب يا بنات كده أخذتهم من خمسة التوفير صراحة ما عد لقيت زيها تجنن لأنها من تحت تكون لينة أقدر يعني لما يجي أقلب أو أبطلع شي يكون سيليكون تحت فمره حلوة التشكيل زي كذا تشكيل شعيرية بتشكلين بسكوت بتشكلين أي شي مرة حلوة أو شوكولاتة بتحطين فيها شوكولاتة لجيتي تطلعينها مرة سهل تطليعها لأنها من تحت سيليكون فعاد أنا مرة أحب أشكل الشعيرية ما أحب أحطها كذا مفروضة بصينية خلاص الآن بخلص الكمية تقريبا الحين كانت الساعة يمكن خمس وربع كذا بعد ما خلص الشعيرية خلاص ببدا أسوي القيمات شايفين كيف سرعة تطلع حتى لو ما طلعت أضغط على السيليكون من تحت وتنزل بكل سهولة مرة شكلها مرة حلو ومع البسكوت كذا وأحيانا نحط عليها شوية خطوط يا أما كراميل أو أحط عليها شوية حليب نستلة مو بشرط يعني أية حليب مركز محلة خلاص خلاص الحمد لله الكمية رح حطهم بعد شوي بالثلاجة يعني تبريد يعني شيء بسيط ما أطول حتى في الثلاجة يعني الحين عادة بجهز التمر واجهز اللبنة وكذا والاشياء علشان لما يقرب المغرب ما يكون عندي شيء يعني على طول أحط الأشياء على الطاولة عاد ما أحكي لكم يا بنات وصيت وسن يعني خلاص أنا خلصت تقريبا القيامات على الساعة الست اللاربور يعني تقريبا باقي عندنا في الرياض يمكن أكثر من ربع ساعة يمكن ثلث ساعة ووصيت ويسا قلت خلاص حطيت كل شيء على السفرة وقلت لها خلاص يلا يمديني إني أخذ لي شوار بسرعة وقلبس عاد وأنزل ووصيت هنأتصور لكم عاد السفرة مع الأسف عاد والسونة قالت أني نسيت الله يهديها يعني حين لازم بصور لكم السفرة رمضانية بس كنت مرمت حمسة الأول يوم يعني ما صورنا يعني السفرة بعد ما حطينا عليها كل شيء ولا صورت لكم شكل القيمات يعني بعد ما حطيتها في الصحون لكن إن شاء الله أعوضكم يوم ثاني بإذن الله حطيت طبعا نوعين تمر السكري لازم على المائدة الله ملك الحمد ولك الشكر على كل ما نعم به علينا من النعم الله ملك الحمد وحمد يليق بجزيل عطائه وحطيت بعد تمر ثاني نوع اسمه صقعي أحب أنا صراحة فضل الصقعي هذه القيمات ما شاء الله خلاص صارت جاهزة سخنت الزيت رح أخلطها شوي بس وبأبدأ عدا أجدعها طبعا لازم يكون الزيت متوسط الحرارة ما يكون حار مرة ولا يكون بارد رح بجرب شوي بحط واحدة جرب واشوف إذا كان الزيت سخن أو لا خلاص بديت نزل القيمات نزل نزل أنا عد ما عارف يا بنات إلا أسوي القيمات بيدي ما عارف أسوي بيها ملعقة ولا بشي خلاص عد بعد ما خلصت الكمية الحين أقوم أقلب فيها الحين ما تصل أصل للون اللي أنا أبغى يعني خلاص بدأ يقرب وقت المغرب وحين عد فاحت ريحة القهوة الله أمولك الحمد هذه عد الريحة بس الحالة هات عدلك مزاجك فما بالك عد بالقهوة طبعا لازم أسوي قهوتين عندنا في البيت عشان في أحد يبغى بهيل وفي أحد يبغى سادة من دون هيل خلاص رحي بنحط كل شي على الطاولة والمغرب قرب وشي اسمه أنا قلت له زي ما قلت لكم قلت الوسونة لكنها أخلفت الوعد الله يصلحها تقول نسيت ما يعني صورتها الشكل النهائي لكن بعد ما جيت من المسجد صورت لكم شكل الزينات شوي هذه والسونة جلابيتها مرة طلعت رهيبة بس حسيت أنها رسمية شوي والكم شوي حسيته واسع هذا بعد ما جيت من صلاة التراويح اليوم قلت خلنا أخذ لكم شوية فرة بالتعليقات والأشياء هذه وهنا أصل معاكم لنهاية الفيديو حق اليوم يارب أنكم تكونون استفدتوا استمتعتوا معي بالفيديو لا تنسون حبايبي الاشتراك في قناتي ودعمي دعم القناة ودعم الفيديو بلايك أشوفكم في فيديوهات قادمة ومع السلامة اشتركوا في القناة